جزائكم الله خير وحسن إليكم شيخ صالح لعل في الإعادة إفادة إذا ما طلبت منكم أخت لكم في الله قائمة تضعها كشروط عند إقدامها على الزواج ماذا تقولون لها؟ أن تبادر نقول لها بالمبادرة وعدم تأخير الزواج بحجة الدراسة أو بحجة العمل الوظيفي أو بحجة الحصول على الزوج المثالي كل هذه حجج لا ينبغي أن تكون في طريق الزواج ينبغي أن يبادر بالزواج والأمر الثاني أن تختار الزوج المناسب لها المناسب لها في دينه وفي خلقه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير دينه بأن يكون مستقيما على الدين سليم العقيدة محافظا على الصلاة وتمسكا بدينه وكما ذكرنا ولو لم يكن كاملا من كل وجه وإن كان عنده بعض القصور أو بعض النقص فهذا يمكن تلافيه بإذن الله بالمستقبل هذا هو الذي أنصح به كل فتاة مسلمة والأمر الذي لا بد منه ملازمة الحياة والعفة والستر وتأدب بأداب الشرع والحذر ممن خرطت فيه كثير من الفتيات في هذا الوقت من التبذل وعدم الحياة أو قلة الحياة والتجوال في الأسواق وما أشبه ذلك مما لا يتناسب مع الفتاة المسلمة نعم